وتواصل مملكة البحرين تحقيق نجاحات متتالية في تنظيم سباقات الفورمولا 1 من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي بدقة وحرفية عاما تلو آخر تحقق مملكة البحرين نجاحات باهرة في تنظيم الحدث الرياضي العالمي جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 وعلى الرغم من ظروف الجائحة العالمية وتداعياتها إلا أن ذلك لم يثني مملكة البحرين عن مواصلة التميز في تنظيم سباقات الفورمولا بدقة وحرفية فالريادة في تنظيم هذه السباقات على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط هو هدف تسخر له المملكة كافة الجهود والإمكانيات لإنجاحه على مدار الأعوام الماضية عماني متتاليا تحدت فيهم البحرين ظروف الجائحة الصعبة وأثبتت للعالم أجمع قدرتها على إدارة الأزمات وتحقيق النجاحات وحصلت المملكة إشادات دولية واسعة بعد تنظيم سباق الفورمولا للعام الماضي ولضمان انطلاق السباق في بيئة آمنة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية المعلن عنها في المملكة بيعت تذاكر سباق هذا العام فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الفيروس في مملكة البحرين حيث يعد الأمان الصحي في تنظيم هذا السباق العالمي عنصرا مهما يأخذه فريق البحرين بعين الاعتبار وهو ما يثبت أن البحرين قادرة على تنظيم السباق في شتى الظروف وبأفضل أداء كل الجهود البحرينية المبذولة لإنجاح سباق الفورمولا 1 لم تكن محظ صدفة فالإرادة والعزيمة والوعي بأهمية الإخلاص بالعمل وإتقانه جعلت من إقامة البحرين لهذه السباقات نموذجا يفتخر به في شتى المحافل الرياضية الدولية فالبحرين ورغم مساحتها الجغرافية الصغيرة إلا أنها كبيرة بسواعد الأبناء الأوفياء الذين سعوا ويسعون دائما لإنجاح كل سباق في كل عام وبتحقيق قيمة مضافة عن ما قبله من السباقات